موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بحضراتكم في هذه التقطية الخاصة لسباق الانتخابات الرئاسية المصرية 20-24 هذا السباق الذي بدأ في ظروف غاية في الدقة ووسط تحديات إقليمية ودولية غير مسبوقة فحدودنا الثلاثة الغربية والجنوبية والشرقية غير هدئة ومضطربة اضطرابا يدعو إلى الاستعداد واليقظة ويأتي على رأسها بكل تأكيد حرب غزة ويكاد العالم لا يصدق ما يحدث هناك من فضائع ظننا أن الضمير الإنساني نجح في تجاوزها وأنها أصبحت ماض يحكى فإذا بها حية تسعى تحت أبصار العالم وسكوت مزر أو تنديد خجول أو حتى تشجيعا صريح للمعتدي على قتل نساء وأطفال وضرب منازل ومدارس ومستشفيات بذرائع مجنونة وباطلة وإذا بفيت الولايات المتحدة ردا على اقتراح أميني عام الأمم المتحدة جوتارش بهدنة إنسانية لأن الحرب بغزة تهدد السلم الدولي بشكل يصدم الجميع هذه الحرب غير متكافئة ورغم ذلك تسجل صمودا غير مسبوق بين دولة بعتادها وعدتها وبين فصيل مقاوم صموده نجح في إحراج المعتدي وتغيير كثيرا من وجهة النظر التي كان وعيها مغيبا بفعل دعايات المعتدي وأصبحت تار الباطل باطلا والحق حقا هذه الحرب التي غطت حتى على حرب روسيا وأوكرانيا على الأقل في محيطنا العربي والإقلمي أيضا تحدي آخر عند باب المندب يطلق الجميع ويهدد الملاحة في البحر الأحمر عموما ووسط كل ذلك تجرى الانتخابات الرئاسية معلنة للعالم أن بلدنا تنعم باستقرار وسط الأجواء المشتعلة حولنا ومن هنا ندعو كل من له حق الانتخاب للنزول والإدلاء بصوته فصوته لا يرجح مرشحا بعينه فقط بل يبلغ رسالة للعالم أننا شعب يمارس حقوقه مقدما حق الوطن على كافة الاعتبارات شعب واعن بكل التحديات التي توحيط به في الداخل والخارج اليوم هو اليوم الثاني وغدا هو اليوم الأخير أطمها الله على الوطن واجعلها فاتحة تمأنينة وخير للوطن وأبنائه اشتركوا في القناة